اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من اسمي أحمد انه هي ما بتنفع فرحت أجرب وقلت بسم الله يا رب ما إلاها إلا أنت يعني ما تخذلني يا رب فرحت أعملها وانا عارف انها ما بتنفع رحت أعملها ويقسم لكم بالله انه مشي الحال ف lootتت فانا lösite وهي ضبطت وصارت في إيدي الشغلة وانا فنصرحت انه انا كنت عارف انه ما بينفع فانا عارف انه هي فعلا فعلا ما بتنفع وتنشي طب كيف مشيت كيف صار هيك أنه أنا أتأكد مليون بالمئة أنه ما بينفع فمشيت فأنا قعدت أفكر أقول طب هو كيف مشيت يعني كيف مشيت فشو الشي اللي أنا عملته وربنا ساعدني أنه هذا الشيء يمشي يزبط كيف زبطت طيب فصدقني أنا ما عملت شيء ولكن اللي ربنا فرج لي إياها وعملها وزبطت بس من شخلة واحدة أنا أتأكد أنه هي هذه الشخلة شو هي هذه الشخلة من كتر دعاوي الناس الحلوة اللي بتدعيلي وهذا الموضوع اللي أنا طلعت فعلا أني أطلع أحكي لك فيه أحيانا يا جماعة نحن بندعي ربنا كتير ممكن توصل الأمر معنا أن نحن نصلي ونقوم الليل ونقرأ قرآن وندعي ليل النهار وإمك تدعي لك وإنت بظلك تدعي في كل صلاتك وتصلي النوافل وتصلي قيام الليل ولكن برضو ربنا ما يستجيب وما يحطيك البتكياء وما يفرج لسبب الحكمة هي موجودة عنده ولكن أنا أعطي لك أعطي لك شيء أنه يساعدك شو هذا الشيء أنه نحن أحيانا وأنا هذا الشيء بطبقه في حياتي الحمد لله من نعم ربنا رزقني أنا أفكر فيه أنه أنت لما بكون بدك شغلة وبتدعي ربنا كم مصر عليها وما هم تزبط ربنا ما هم يعطي لك إياها عارف شو تروح تعمل روح ساعد ناس تانين خل الناس التانين يدعو لك بالمقابل بمعنى أحيانا ربنا ما بيستجيب دعوتك أنت عشان يحقيق لك شيء ولكن ممكن يستجيب دعوت شخص أنت ساعدته ودعا لك بالخير وهذا الشيء أنا ما بخبي عليكم تدريس اللغة الإنجليزية عم ياخد مني جهد فضيع جدا ووقتي كبير جدا بعد شهلي وما هم بلحق ما هم بلاقي وقت أطلع مع أصدقائي حتى أصدقائي عم بيلموني مؤخرا وعم ياخد من وقتي وعم ياخد من وقتي وعم ياخد من طاقتي وعم ياخد من جهدي كتير كتير ياخد مني جهد تدريس الإنجليزية إلا أنه والله العظيم أنا من جادرة سيب وليش؟ أنه عم يعطيني طاقة عم يحسسني براحة كبيرة لما بشوف دعوات الناس على اليوتيوب كدهش الناس بتدعيلي وقدش بتقولي أنها استفادت وقدش أنه هي ارتاحت وقدش استفادت وقدش تحسن مستوىه وإلى آخره وأنا طبعا دايما بصر في كل فيديو وقلهم أنه يدعوني ويدعوا لأهلي ستقولي أنه ربنا أحيانا بيطلع المعجزات مو لأني أنا منيح ومو لأني أنا تعبت لا لأنه يمكن دعوة من هالدعوات اللي الناس دعت لي كانت طالعة من القلب وربنا استجاب لها فنصيحتي لا إلك إذا أنت فعلا بدك ربنا يعمل لك المعجزات أنت أحيانا مهما تعيت ربنا ومهما قمت الليل ومهما صليت ومهما دعيت ومهما بكيت ومهما قلت يا رب حيانا ربنا ما بيستجيب لك لحكمة عنده لما تشوف فيه شغلة أنت عما تدعي ربنا عليها ومصر عليها وربنا ما عم يستجيبها بروح مباشرة عن الحل التاني والأنصحك فيه اللي شو هو روح ساعد ناس تانيين بالخير واطلب من هدول الناس بالمقابل أنهم بس يدعو لك دعوة خير صدقني دعوة الناس بالخير لإلك طبعا إذا أنت كنت مفرج عليهم أو مساعدهم هذه الدعوات بتكسر الحديد مش بتكسر الحديد بتخلي المعجزات تسير والله العظيم اللي صار معي اليوم وأنا بقولكم إياها باعترف كانت معجزة شيء مش ممكن يصير وصار فأنا بنصحك دايما إذا فيه شيء أنت بدك إياه وعم تدعي ربنا كتير وربنا ما بيعطيلك إياه وقف ولا ما توقف ظلك يدعي بس إذا بدك إياه يمشي روح دور على ناس محتاجين مساعدتك بشغلة معينة ساعدهم ساعدهم بالخير وبنية صافية وما تخلي عندك تفكيرا ولا قلبا ولا إحساسا إنك تطلع لأي مقابل ما تحملها إيش أي مقابل روح عملها وإنت عملها على نية إنه أنت عم تعملها لوجه الله وعم بيتساعد هذول الناس شين تفرج كربهم وبس واطلب منهم لا عيب مش عيب إنك تطلب منهم إن هم يساعدوك اطلب منهم إن هم يدعو لك بالخير وصدقني صدقني إنه ربنا مش بس غير يعمل لك البدكياء غير يكسر لك الحديد وغير يعمل لك المعجزات وهذه عن تجربة هذي عن تجربة تجربة مجرد أتمنى إنه كلكم تدعو طبعا غير إنه ربنا بيساعدك إلا أنت دائما بيكون في عندك راحة نفسية وصرور وسعادة طمأنينة من مساعدة الناس وحب وربنا بيرزقك بعمل لك كثيرا هذه نصيحتي لأ إلك ساعد الناس خليم يدعو لك بالخير وتأكد من ربنا راح يملك المعجزات إذا عجبك هذا الفيديو اعمل له شير يمكن برضو حسنات تاعت واحد يستمع تيجي عندك ويستفيد وكله في مزاجك وربنا يستدعوتك تحياتي لكم مع السلامة